فَيَا أَيُّهَا رَاجُونَ مِنْهُ شَفَاعَةً سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا يَا أَيُّهَا الْمُشْتَاكُونَ إِلَى رُؤِيَ جَمَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا يَا مَنْ يَخْطُبُ عِصَالَهُ وَيَقَضَةً وَمَنَامًا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا أَنْبِيَاءِ أَسَّلَامُ عَلَيْكَ أَسْفَدْ أَسْفِقْيَاءِ أَسْفَدْ 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 أَسْفًا السلام عليك أزكى الأزقياء السلام عليك السلام عليكم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثكلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصر به قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لكلب سروره قد طوالا بحبيب أم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مكام وتناها في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح ضلالا وهو من فوق علم ما تدرأته رفعة في شونه وكمالا فسبحان الذي أمرز من حضرة الإمتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويآل في تعقل معانيه الجنان انتشر منك في عالم البتون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقى أعها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم حشف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا وعلك للرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في السدور من الإيمان كواعده وتلوق على أهل اليجين من سر ذلك الإذعان وتسديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصالح في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلكه من فرضه ونفله عبد أرسله وعه للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة اعتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التأيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بأك الرفوبية في مواتل الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإكمال صلاة يتسل بها روء المصل عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بكربه وتفيع دلال الشرف الأسلي بوده وحبه ما عكرى الأكوال بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم الشوح الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا وحبه للرؤوب الرحيم اللهم صل وسلم وبارد عليم على آله الله 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 عسى بعد الضمام يكع لشرب آلي يكع لشرب آلي يكع لشرب آلي يكع لشرب آلي بداني من عظيم العطام قد بداني وحسن الله في من دعاني رسماني دعاني رسماني يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الضمام يكع لشرب آلي يكع لشرب آلي وفي أعطاب باب النتاة تترح 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 آلي لنا سبحان الكمالي ألي الله يا رب يا عالم بحالي حسى بعد الضبابا يفعل شرب حالي يفعل شرب حالي بداري من عظيم العظام قد بداري بداري من عظيم العظام قد بداري وحسن ظن في من دعالي رسمالي ألي الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي حسى بعد الضبابا يفعل شرب حالي يفعل شرب حالي اللهم سجع سجق وباري وعليه وعليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم الكديم بذهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتكذيم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة ففلقت بيتة التصوير في العلم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين هامل لوصف الكمال المتلك والحسن التامي والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبدون فما من سلب ضمه إلا وتمج عليه من الله النعمة فهو الكمال التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موت استقراره وموت خروجه وكذكذت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرهاب الشريفة الطاهرة حتى برص في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا أن يرى الأفكار دهوره وبار فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لتيه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسر لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموسوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويئا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأجلام عن شعور خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داع التعلك بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوك إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صليم على آله وقد آل للقرم أي خط ما أركته فيه الأنام مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحصن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ علينا في شأن هذا الأبيب من أخبار وآسار ليتشرف بكتابته القلم والكرطاس وتتنزه في حدائجه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الأبيب أول مخلوق مرز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تكادم وقد أخرج عبد الوزاك بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبتول من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلنه يد العلم القديم إلى من خصصنه بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بثنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حك هذه الترة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا علنا حتى مر شهر بعد شهر من أمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرح صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا وحبك للرغوب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وموضع لكتبه هذه الترة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبق ويمسي في سرور وابتهاج بكرب دهور إسراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل جابة لكريش نطقت بفصيء العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعدر الفرح بملاكات أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكله في البتون والدهور فأظهر الله في الوجود بهتة التكريم وبسط في العالم الكبير مائتة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرح صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا وعلى جر الروم الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على آل الوجود تسج وألسنت الملائكة بتبجير للعالمين تعد صلو وتسج نورا فاكا كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعيه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممتود فحضرت بتوفيك الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الأور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مدعن لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك اشراك الكون عبدها جاء في وجود المصدق أحمد وعلي أرض الكون انصدق يا رسول الله صلوات 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 الله صل سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاترقوا يهل المزال فهزار اليوم نظار واستغطئوا بالجمال يا رسول الله فكفر حسن تفهران يا نبي سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولدى البشرى بسعد مستبر ليس ينفى حيثه دين عطاء يا رسول الله جمعا بخال مؤبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا ربي كل حمد جل أن يحسره العب إن حبانا من وجوده يا رسول الله صلوات الله موسطكله الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله مرحباً يا رسول الله أملك مرحباً بك إن بك مسعد مرحباً مرحباً يا نور عيني مرحباً مرحباً يا تر حسيني مرحباً وابي جاني يا إلهي مرحباً جوت وابلع كل مقصد مرحباً مرحباً يا نور عيني مرحباً مرحباً جاني مرحباً 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 جان الحسيني مرحباً 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 جان الحسيني مرحباً مرحباً والصلاة الله تغشى يا الله أشراف الرسل محمد يا الله ربي تغفر لي الظهوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وسلم مستمر يا الله كل حين يتجاجك يا الله ربي تغفر لي ظنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بتن أمه برز رافعاً طرفه إلى السماء مؤمياً بذلك وفعلاً أن له شرفاً على مجده وسماء وكان وقت مولد السيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام ومن الأيام يوم الإثنين ومعود ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولد مغتوناً مكحولاً برز صلى الله عليه وسلم وقع عليتي فاستهل فسمعتك إلي رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فعضاء له ما بين المشرك والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم قالت ثم ألبسته وأجعته فلم أنشب عن غشيتني ذلمة ورعب وكشاريرة عن يميني فسمعتك قال إلي يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاوتني الرعب وظلمت والكشاريرة عن يساري فسمعتك قال إلي يقول أين ذهبت به قال إلى المشرك قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعسه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعدم شرفه عند مولاه وأن عين علايته في كل حين تدعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا وعلى جير الرؤول الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيك عن كتابته بتون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم عسل الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكان الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا تعاق المسكين أجابه عجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأغملة وله مع شهولة أخلاقه الهيمة القوية التي ترتعد منها فرائس الأبوياء من البرية ومن نشر به ذا عطرت الترق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصيا فما من خلقه في المرية محمود إلا وهو امتلقا عن زين الوجود أجملت في وسف الحبيب وشأنه وله العنا في مجده ومكانه أوصاف عز كد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأجلام في هذا المكان وأكرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التكديم وعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا وحبك للروم الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِم وعليم وعليم كيف وست مياني يا نديم كيف وست مياني يا نديم قولا بما الله قليم أمنت بأحمد أمنت بأحمد أمنت بأحمد واسعد كان لها قدر إِنْ وَاسْتَمِعْ لِيَا نَبِي إِنْ وَاسْتَمِعْ لِيَا نَبِي قولا بما الله قليم قولا بما الله قولا بما الله قولا بالنسبة رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته حملت بأذكار الأنبياء حملت بأذكار الأنبياء رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته بشرك آمنة الرضا بشرك آمنة الرضا رحمة الله وبركاته 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 أريضا أريضا بمحمد عين العين بلق واستمعني يا نبي بلق واستمعني يا نبي قولا بمحنه كريم حمد بأحمد بلق واستمعني يا نبي بلق واستمعني بلق واستمعني يا خوزا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة